الحوار بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير شاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء المتجدد تحدثنا في الحلقة السابقة حول التعريف بالإسلام ما أيسر هذا الدين وما أسهل التكاليف التي كلفنا الله تعالى بها بعد إعلان الشهادتين لا إله إلا الله محمد الرسول الله بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الركن الأول من أركان هذا الدين ثم شرع صلوات ربي وسلامه عليه في بيان باقي أركان هذا الدين وهذه الأركان الأربعة من صلاة وصيام وزكاة وحج تمثل فرع من فروع الشريعة وهو فرع العبادات وهناك المعاملات وهناك الحدود وهناك الأخلاق الإسلام عقيدة وشريعة بيّنّا مدى سهولة هذا الدين ويسر هذا الدين من خلال لا إله إلا الله هذا الإله فرض عليك فرائض ومن خلال محمد الرسول الله هذا الرسول سنّ لك سنن ونوافل وقلنا إن قيمة النوافل والسنن أنها تجبر ما وقع في الفرائض من خلل وبالتالي افترض الله تعالى عليك خمس صلوات في كل يوم وليلة تؤديها من باب قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الحج إن كنت قادر على الحج وإلا سقط عنك الزكاة إن كان معك مال بلغ نصاب ومر عليه الحول إن اختل شرط من هذين الشرطين فلا زكاة عليك الصيام على الصحيح القوي المقيم إن كانت هناك علّة أو إن كان هناك ظرف يسقط عنك هذا الفرض وتطعم مسكين عن كل يوم إذن لا يتبقى إلا الصلاة تؤديها بأي كيفية لذلك قال صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة الصلاة عماد الدين العمود الذي يرتكز عليه هذا الدين العبادة التي تبين المسلم من غير المسلم الصلاة عماد الدين وفي رواية الصلاة عمود الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين صل قائماً فإن لم تستطع فجالساً فإن لم تستطع فعلى جنب صل في المسجد في بيتك في عملك في أي مكان لكن لا تسقط الصلاة من على الإنسان طالما فيه نفس وحياة ده ملخص الحلقة اللي فاتت حلقة النهاردة هنتكلم عن الإيمان والعمل الصالح لأن الإيمان والعمل الصالح هو الذي يدفع الإنسان نحو رضا الله تعالى والغاية إدراك الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات شفنا يسر الإسلام الشهادتين وما تيسر لك من العبادات إلى جانب الصلاة هذا الإيمان وهذا العمل الصالح ستدرك به إن شاء الله الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاء خالدين فيها لا يبغون عنها حولا معنى كده عوزك يبقى عندك ثقة في الله تعالى حينما تعلن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤدي هذه العبادات من باب قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عليك أن تنشرح وأن تهدأ وأن تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب وعلم أن وعد الله حق وأن لك بهذا الإيمان مع هذا العمل الصالح الجنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله أي آمنوا ثم استقاموا أي قاموا بالعمل الصالح نفس المعنى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال العلماء والمفسرون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت تقول لهم هذه الكلمات ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الخوف والحزن الخوف يكون مما هو آت والحزن يكون على ما فات ولا يجتمعان على الإنسان في وقت واحد لكنهما يجتمعان على الإنسان عند الموت يحزن على ما فات من زوجة ومن ولد ومن مال ومن سلطان ويخاف مما هو آت لا يدري ماذا سيفعل الله تعالى به لا يدري المصير لذلك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدى العبادات حسب ما كلفه الله تعالى من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جاءته الملائكة عند هذا الموقف الذي اجتمع عليه الخوف والرجاء تقول لهم الكلام ده ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا مما هو آت ولا تحزنوا على ما فات وزيادة وأبشروا بجنة عرضها الأرض والسماوات ولابد للمسلم أن يبقى عنده ثقة في تحقيق وعد الله تعالى الله تعالى إذا وعد لا يخلف الوعد أبدا فاعلم بأن بالإيمان وبالعمل الصالح ستدرك رضى الله تعالى وإن أدركك رضى الله أدركتك رحمة الله وبالتالي دخلت الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يعني إيه حتى يخش الجنة بالعمل إذن معنى كده العبرة مش بالعمل الكثير العبرة برضى الله تعالى عليك لأنك قمت بعمل أيا كان هذا العمل كبير أو كثير أو صغير أو قليل أيا كان هذا العمل من خلال الطاقة التي أودعها الله تعالى فيك من خلال هذه الطاقة الله تعالى يعلم جهدك ويعلم قدرتك وبالتالي حينما تؤدي العمل حسب هذا الجهد وحسب هذه القدرة يرضى الله تعالى عنك وإذا رضي عنك نالتك رحمته وإذا نالتك رحمة الله تعالى دخلت الجنة ربما يقوم إنسان بعمل كبير لكن لا يقبل وربما يقوم بعمل يسير يقبله الله تعالى إن الله يقبل صداقة العبد فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تصير مثل الجبل رب درهم سبق ألف درهم ممكن حضرتك تتصدق بجنيه واحد تاني يتصدق بألف جنيه رب العالمين يقبل ممن تصدق بجنيه لإنه هو ده مستواه هو ده قدره ووسعه هي دي حالته أخرج الجنيه بإخلاص لله تعالى ربما لا يملك سوى هذا الجنيه أو القليل لكن إلا أنفق ألف جنيه ربما يكون مليونير والألف جنيه ده بالنسبة له حاجة بسيطة ويمكن أخرجها كده يعني فلم يتقبلها الله تعالى فلا تنظر إلى الكثير من العمل إن الله تعالى كريم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير عشان كده بيديك على الحسنة عشرة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والسيئة بمثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها الحسنة ممكن تضاعف إلى سبعمائة والسيئة لو استغفرت يمحوها الله تعالى ويستبدلها لك بحسنة ما هذا الفضل وما هذا الكرم ده ممكن يوصل الحسنة لسبعمائة وأكثر آه من جاء بالحسنة فله خير منها خير منها بقى تعدين العشرة وتعدين السبعمية وتعدين السبع تلاف لا 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 هذا فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بس انت اجتهد واشتغل من خلال الإيمان والعمل الصالح لأن بالإيمان والعمل الصالح تكون النجاة لا نجاة للعبد إلا بالإيمان ومع هذا الإيمان عمل صالح تضمن النجاة ولذلك حينما نقرأ كتاب الله تعالى علينا أن نتدبر علينا أن نحن نفكر نتعامل مع القرآن بالعقل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون أنصطوا يعني اسمع بيقول إيه فيه أمر سمعا وطاعة يا رب فيه هنا حاضر مش هعمل فيه حلال وفيه حرام حل حلاله وحرم حرام إذن عليك أن انت تتعامل مع القرآن بتفكر وبتعقل شوف القرآن الكريم في صورة العصر من أقصر صور القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر أقسم الله تعالى بالزمان فالعصر هنا المراد به مطلق الزمان بعض العلماء قالوا المراد بالعصر هنا صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى وبعض العلماء قال المراد بالعصر هنا هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم لشرف هذا الزمان أقسم الله تعالى به لكن أكثر العلماء على أن المراد بالعصر مطلق الزمان فالله تبارك وتعالى أقسم بالزمان والعصر أقسم على ماذا إن الإنسان لفي خسر والإنسان ده جنس كل الناس كل الناس خسرنين كلهم لا هناك فئة من الناس آمنوا بالله هناك فئة من الناس بعد الإيمان قاموا بالأعمال الصالحة استثناهم ربنا تعالى من الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يبقى نركز في المسألة دي الله تعالى أقسم أن الإنسان كل الإنسان في خسران ما عدا من آمن وقام بعد الإيمان بعمل صالح يبقى لا نجاة للعبد إلا بالإيمان والعمل الصالح كما أقسم الله تعالى بالزمان في هذه الصورة في صورة العصر أقسم بالمكان في صورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هذه ثلاث أماكن والتين والزيتون المكان الذي نزل فيه الوحل على عيسى عليه السلام وطور سينين المكان الذي نزل فيه الوحل على موسى عليه السلام وهذا البلد الأمين المكان الذي نزل فيه الوحل على محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أقسم الله تعالى بثلاثة أماكن من أشرف الأماكن على الأرض والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين أقسم على ماذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة عشان كده عاتب الإنسان في آية أخرى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بص كده لصورتك وصورة أي مخلوق آخر ما فيش مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى إلا وينظر إلى الأرض أي مخلوق لكن الله تعالى خلق الإنسان معتدل خلقك فسواك فعدلك معتدل تنظر إلى الأمام وتنظر إلى الأمام لها مدلول أنت ما بتبصش تحت رجليك كسائر المخلوقات التي تنتظر لزة عاجلة أو شهوة حاضرة أنت إنسان كرمك الله تعالى تنظر إلى الأمام تنظر إلى الغد تنظر إلى يوم ستقف فيه بين يدي الله تعالى للعرض والحساب عشان كده رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الصورة أقسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين يا سبحان الله هذا الإنسان المكرم الذي قال الله تعالى في شأنه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة اللي خلقوا في أحسن صورة ثم رددناه أسفل سافلين إيه الحكاة دي؟ بس مش كل الإنسان ربنا سبحانه وتعالى هي نزل أسفل سافلين استثنافئة من الناس اللي خلقها في أحسن صورة هيدنهم في هذه الصورة الحسنة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين حكم عدل خلقك في أحسن صورة أمرك بالإيمان وأمرك بالعمل الصالح إلا هيعرض عن الإيمان والعمل الصالح هيبقى في أسفل سافلين إلا هيستمع إلى أمر الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح هيدنه في أحسن صورة ومعنا أم محمود السلام عليكم محمود الله يخليك أفضلك الشيخ فضلي الله يخليك أنا معي مراس أخويا وكني فيه أمي حية يعني حاليا بس وكني فيه أخويا ما يكتي خمسة وعيش أقلم بديه خمسة طريقون سنة قد أقولي قل ما نشتكوك قال المراس صغق فهل هو صغط المراس صح؟ ولا يفضلك الشيخ الجزء الأخير تاني قالك إيه قال المراس صغط لو رح تشتكتوني ما فيش مراس عندك حاضر هقولك ماشا الله يبارك لكم قطعنا دي لك أمي حية حاليا يعني ما عاوض ناسه بحلمني بس المراس ده بتاع أبوك مش بتاع أمك لما بتاع أبوي طيب ماشي حاضر مراجيس عمان الله يبارك لك جاوبني هو ما يفضل صح المراس حاضر حاضر هقولك يا محمود الله يبارك لك يا رب ماشي السلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته هنجاوب على أم محمود عشان الحلقة اللي فاتت جالنا اتصالات كتير وفي الحقيقة ما قدرناش نجاوب على كل الاتصالات فالمتصل حقه علينا هنجاوبه فبعتزر للسادة اللي اتصلوا في الحلقة اللي فاتت وما قدرناش نجاوب عليه أم محمود بتقول إنها ليها مراس وولدها ميت بقاله 35 سنة وأخوها تحت إيده المراس ده وبقول إن بعد المدة دي سقط المراس أولا في القانون يا حجم ومحمود المراس لا يسقط لا يسقط لأن حتى من حق الأولادك نفسهم إنهم يطلبوا بالمراس هي مدة تقريبا ممكن توصل لخمسة واربعين سنة أو خمسين سنة كمان فأنت ما تقليش اسألي محامي يكون متخصص في هذا المجال إن شاء الله هيجيب لك حقك بس الأول حاولي تبعاتي حد من قريبك من جيرانكم من الناس المصلحين في المنطقة بتاعتكم لأخوكي إذا كان معاك أوراق معينة تطلبي حقك وإذا ما تجيش حقك بالمعروف فإذا حبيتي تتنازلي وتسكتي أنت حر بقى لكن لو حبيتي ومصر أن أنت تأخذ حقك من حقك تروح المحكمة وليس في هذا قطيع تراحم يا أبو محمود أما والدتك فهي زيك بالظبط هو والدك توفي إلى رحمة الله المفترض أن والدتك ليه حق زي ما أنت ليك حق هو مسيطر على كل المراث وبيقول محدش لي عندي حاجة وبقاله 35 سنة لكن المعلومة اللي ألهالك إن المراث سقط لا معلومة خاطئة والمراث لا يسقط بهذه المدة ونسأل الله تعالى أن يهدي ويرجع لك حقك إن شاء الله نرجع لموضوعنا إذن الله تبارك وتعالى أقسم بالزمان وأقسم بالمكان أقسم بالزمان على أن الإنسان في خسران واستثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقسم بالمكان على أن الإنسان خلقه الله تعالى في أحسن صورة ثم رده إلى أسفل سافلين واستثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات معنا مين؟ نوها الشرقية تفضلي يا أستاذة نوها دلوقتي عام الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي دلوقتي بالنسبة لاختسال المرأة يعني في حاجة معها المن وحاجة معها المازي وحاجة معها الوضع اللي يجب في الاختسال ولي يجب في الوضع بس كده حاضر في سؤال تاني ولا حاجة؟ أه لا مرسي رب ناشا شكرا لاتصالك هي بتسأل على ما يوجب لاختسال وما يوجب الاختسال سواء للرجل أو للمرأة هم فيه سواء لكن يزيد عند المرأة إذا تطهرت المرأة من الحيضي أو النفاس وجب عليها لاختسال لكن كل ما خرج من السبيلين نجس إلا المني فهو طاهر وهذه قاعدة عند العلماء كل ما خرج من السبيلين نجس إلا المني فهو طاهر لكن سبحان الله لا يوجب الغسل إلا خروج المني بس خروج المني بشهوة سواء كان ذلك عن جماع أو كان ذلك عن احتلام أو كان ذلك عن أي طريق آخر لكن خرج المني من الرجل أو المرأة بشهوة في هذه الحالة يجب الغسل أما ما سوى ذلك من بول أو غائط فلا يوجب الغسل ولكن على الإنسان لاستنجاء والتطهر من هذا الأذاء في نوعين تنين بيخرجهم من الرجل والمرأة على حد سواء المزيء والوجي المزيء هو مادة لزجة تخرج من الرجل أو من المرأة وديء من مقدمات الجماعة بتحدث عند الإثارة عند إثارة الرجل وعند إثارة المرأة يخرج هذا السائل لتسهيل عملية الجماعة أما بالنسبة للوجه فهو خيط أبيض بينزل من الرجل خاصة عند التفكير في الجماعة أحيانا أو عند حمل شيء ثقيل أو المشي لمدة طويلة يشعر أن في حاجة نزلت منه كل هذا لا يوجب الغسل ولكن يكفيك لاستنجاء فقط ولذلك حينما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه ينزل منه المزي أرسل رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفتيه في ذلك لمكان ابنته وكأن علي استحيى أن يسأل النبي بنفسه ونكمل بعد هذا الاتصال سلام عليكم من معنا؟ أنا محمود عبد الله فضل يا سيد محمود الله يبارسك يا رب أنا حضراتك عم نشايف آآ إحنا خمس أولاد عندك إيه؟ خمس أولاد إحنا خمس أولاد أنتو خمس إخوات يعني آآ رباني يخلي الله يبارسك آآ جزء سبيون وثلاث منات آآ فاصلنا البنت بكاعنا زي بعد وفاة أصوية من أرباطيها السنة آآ كان بيخلق قردين هل تجنيل بيت آآ نبارنا الحقي البنت لما دي أسموه يعني وكده قالوا الزاكة نصر حاجة الونسعي وإحنا قلنا لقد لكم حقيكم دوس بس لما ربنا يفرجع علينا شوية يعني من الحالة في أفضل يعني إحنا سأدننا مثلا دزمنات من دي من تيج ثلاثين أو ثلاثة نعم هل هذا يجوز أو هل لا تتعر الوقت يجي حاضر هقول لك يا سيد محمود بس يريد تسمعني كويس وتنفذ اللي أقول لك عليه خالط إن شاء الله شكرا لاتصالك ماذا فعل علي أرسل رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المزج لمكان ابنته لأن علي بن أبي طالب كان كثير المزج فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يكفيك أن تغسل مذاكيرك اللي هو الاستنجاب يبقى إذا نزل المزج أو الوج يكفي فيه الاستنجاء كالبول والبرز تماما لكن لا يوجب الغسل يا سيد محمود يا أخت نوها إلا لا يوجب إلا الغسل إلا المنية فقط نعم مين معنا فضالي يا أستاذ نوها أنا نوها فضالي أنا نوها فاند المكلمة حضرتا آآ أنا عايز أسأل على فوائد البنوك اللي حصل فيها خلاف الأشيخ قاله حلال وفقال حرام أنا أمشه عمل إيه عشان اللي هو إيه إيه فوائد البنوك اللي هو البنوك اللي أرباح الفوائك 菜 حاضر 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 شكرا يا أخت نوه إذن لا يوجب الغسل إلا نزول المني بشهوة الأخ محمود بيقول إحنا خمس أخوات ولدين وثلاث بنات والده توفي إلى رحمة الله تعالى بقاله مدة فقعدوا مع بعض وقالوا خلاص البيت ده يبقى لمسا للولدين أو الولد أو ما شبه ذلك وقالوا إن البنات هتاخد فلوس يا أستاذ محمود المفترض إن أنتم تجيبوا حد متخصص هيتمن البيت وبعدين قبل ما تتمنوا البيت نشوف مين معنا على اتصال سلام عليكم مين معنا محمود صبرة فيه فضل يا أستاذ محمود يا مبني على محمود الله سلمك دلوقتي يا شيخ في مشاكل بيني وبين أخوه فأنا عاوز وروحت الواحد قال لي أنتم مع ملكه وعماله ماشي وبعدين بس أيوة يعني المشاكل سببها إيه؟ هل في سبب معقول ولا من أي سبب كده أو من غير سبب؟ وط التليفزون لو سمحته أسمعني من التليفون من غير سبب من غير سبب فيه يعني هو في مشكلة من غير سبب يا أستاذ محمود؟ معرفش يعني مثلا المشكلة ممكن تكون زوجتك زوجته ابنك ابنه وهكذا أي حد من العيلة يكون حصل حاجة فحصلت مشكلة أي زوجته زوجته؟ زوجته هو إذن فيه سبب أهو؟ هو زوجته هو على طول مقرهات ينوم طالما فيه سبب أمال بتقول فيه عمل ليه بقى؟ واحد اللي قال لأ إحنا هندور حاضر هجاوبك يا أستاذ محمود شكرا لاتصالك فالأخ محمود أنتوا هتجيبوا حد يتمن البيت وتقولوا أن البنات لها فلوس مفيش مشكلة هيخدم حقهم حالا بالقيمة دلوقتي طيب أنتوا مش معاكوا تدفعوا وهتقولوا طيب أنتوا البنت دي لها مثلا عشر تلاف جنيه عند أخوها ده خلاص أصبح دين إذا وفقت لكن لو ما وفقتش هي ليها نصبها في البيت لغاية لما ربنا يكرمك وتبقى معاك تبقى تديها فشوفوا أنتوا اتفقتوا على إيه وبعدين زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت في المواريث بالذات بين الإخوة والإخوات التراضي والرضا يسقط الحقوق يعني ممكن أختي من إخواتك تقول لا أنا مش عايزة حاجة حقي ده لأخوي ممكن تقول خلاص يا إخوة أنا ليه عشر تلاف أبقى هاتهم براحتك إذا قالت كده لا حرجت لكن افترضنا هي عايزة حقها حالا يبقى نعرف إيه متحقها قد إيه وتقبضها طيب مش هتقبضها دلوقتي يبقى خلاص هي معروفة أن ليها مثلا السدس في البيت يبقى قيمة السدس دي تاخده في وقت ما يكون معك فلوس الأستاذة نوها رجعت لنا تاني وبتسأل عن فوائد البنوك وناس بتقول حلال وناس بتقول حرام وانت بقى حضرتك عايزاني على الهوى أقول لك حلال أو حرام نفس المسألة هي مسألة خلافية بين العلماء والفقهاء عشان كده بعض الناس بيرى إنها ربا عشان كده بيقول إنها حرام بعضهم تاني بيقول لا ده نوع من أنواع الاستثمار وعشان كده قال حلال فالأمر مبني على ثلاث أراء الرأي الأول إنه ده ربا واستدلوا بأثر كل قرض جرى نفعا فهو ربا وسكته على كده وهنقول الرأيين التانيين بعد الأستاذ الرضا السلام عليكم أستاذ الرضا بغاية يا عم الشيخ الله يكريمي عامل إيه الحمد لله تفضلي عم الشيخ أنا مجوزة واحد مع الزبني وأني الجوزة التانية وبنتي بتجيب دم بدلها أكتر من ثلاث سنين وروحت للدكتور أحمد عبد عوض والدم الدكاترة مش لديه له حل وهو مرة يصرف علي ومرة لا أنت تدوجها التانية أنا التانية بس خلينا أقول لك عن حاجة بس إن في حاجة ربطاني بيه في حاجة ربطاني بيه وبفضل أكل كتير ومش بشبه وعلى طول لو شفت حاجة وحشة بتأذى وروحت للدكتور أحمد الكناة وغار علي وكده بس أنا دلوقتي تعب لأنه أنا أساسا مش كنت عايزة أجوزه بس أنا دلوقتي تعبانة ومش عارف أعمل إيه وجيت اتكلمت معي تكلمني بصوت واطي وصوته مش بتكلم بالراحة وردته بوضعه خالص وسيبني شغري يا ست رضا بتعرفه تقري؟ لا أنا مش متعلمة مش متعلمة عندك حد من قريبك بيعرف يقرى كويس؟ ما عنديش حد وحلت بالبالة وبنتي اللي معاه دي يتيمة من واحد تاني طيب عندك معاك الموبايل وعليه قرآن؟ آه علي قرآن وعلى طول مهتزمة في الروكة الشرعية وما بسمعها برتقي الروكة الشرعية هي الدواء بتاعي لا عايزك تسمعي صورة البقاء صورة البقرة فقط صورة البقرة وكل ما تخلص عيدها تاني آه ماشي؟ اسمعيني بس خلاص شكرا على اتصالك وإن شاء الله هكمل الكلام معاك أم رفايدة معانا سلام عليكم أم رفايدة الله يكريمك تفضلي يا أستاذ من حضرتك بس السؤال أنا المفروض عايزة أصوم اللي ياملتك علي في رمضان وعايزة أصوم السسة من شوال فالأولة لي أصوم السسة من شوال الأول ولا السسة المفروض عليك؟ احنا جاوبنا على السؤال دا الحلقة اللي فاتت هجاوبك تاني بس انت في حد لسه ما صامش الستة أم رفايدة؟ ما يعني هي بالنسبة للحالين بتترق شوية يعني حاضر هقولك حاضر هعيدي الإجابة تاني حاضر شكرا لاتصالك فبالنسبة للفوائد البنوك يا أختي نوها في رأي من العلماء قال لا دا ربا كل قرد جر نافعا فهو ربا وسيأكي توقف المسألة على كده رأي التاني قال دا تشبهة والمسلم مطالب أمام الشبهة أنه هو يتركها فيه بقى رأي تالي رأي جريء بحس المسألة وقال دا نوع من أنواع الاستثمار وبدأ يفنط المعاملات البنكية الموجودة لدرجة أن درجة الخلاف بين العلماء دول نفسهم اللي هم أصحاب رأي دا بدأوا يقولهم بس فيه درجة فيها شبهة ربا في البنوك التقليدية أو فيه فرع إسلامي أو فيه أصلا بنك اسمه بنك إسلامي من بابه كده عشان كده اختلف العلماء في المسألة دي ولا يمكن أبدا هقدر أقولك على الهوى ده حلال ولا ده حرام لكن أنا بقولك إذا قدرت أن أنت تبعدي عن البنك بأي معاملة ابعدي لكن إذا كنت مضطرة تتعامل مع البنك بأي نوع من المعاملات تعامل معاملة المضطر لأن في حالة الاضطرار بتتحول الأمور من الحرمة إلى الحل وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنه الأستاذ محمود بيقول أن فيه مشاكل بينه وبين أخوه وبقول من غير سبب وسألنا واحد قال مع ملوك عمل حتت بقى مع ملوك عمل أو مع ملوك سحر أو فيه شيء من هذا القبيل الكلام ده لما يكون مشكلة بينه وبين أخوه حصل كده من غير أي سبب لكن أنا أدور على الأسباب فلو لقيت سبب أعالج السبب عشان أخلص المشكلة فإنت بتقول المشكلة في زوجته خلاص بقي طالما عرفت المشكلة يبقى ما تسألش حد ولو حد قال لك أن فيه عمل يبقى كداب وبيفتري على الله سبحانه وتعالى الأخت رضا بتقول من كلامها كده أن فيه عندها ممكن يكون حالة مسأ أو حالة سحر أنا بقول لك يا أخت رضا يا إما أنت تقرأي أنت ما تطعفش تقري شوفي أي حد من قرائبك يقرأ ما فيش زي ما قلتلك كده الموبايل صورة البقرة تقرريها باستمرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة فإن شاء الله هي واقية وشافية الست أم رفيدة الأستاذ نادر معنا سلام عليك أستاذ نادر عليكم السلام عليكم كيف حالك شيخ بخير والله الحمد لله تفضل ربنا بارك فيك وعسى عليك وإياك تفضل لا الخط بيقطع عيس نادر حاول تتصل مرة تانية شكرا لاتصالك الست أم رفيدة بتسأل عن قضاء الستة قضاء رمضان ما عليها من رمضان ولا صيام الستة وإحنا قلنا إن القضاء شيء وصيام الستة شيء لأن قضاء رمضان ده قضاء فريضة والستة نافلة سنها لنا صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وكل عمل يحتاج إلى نية والعملين مختلفين عن بعض إذن لابد لكل عمل من نية نادر تاني تفضل يا عزيز نادر تفضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا دائما يعيش دائما بتهم نفسي مثلا أنا مثلا ربنا تبع أنا على الأغاني عدت بتهم نفسي إن أنا دي مش عشان خطر ربنا ونفسي تقول لي إن أنا ساجدها عشان خطر إن أنا بتفكرني بأيام زمان وقلبي هيوجعني فإن كده إيه ما عنيتش بسمح دي نقطة النقطة التانية لما راجي مثلا أفتح المصحف واراجع فيه ألاقي نفسي تتهمني برضو إن أنا برجع في المصحف عشان خاطر إن أنا فاضي أنا مش في الشغل لكن أنا لو في الشغل مش هفتح المصحف أجي مثلا أخرج صدقة ألاقي نفسي لاتهم برضو نفسي دائما تلومني وتتهمني إن أنا مش بعمل العمل ده خالص الواجه على طول عندي الاتهم ده في نفسي على طول نفسي تتهمت كده دائما نحس إن أنا عملي مش متقبل دائما دائما في صلاقي في صيامي أقول يا رب أنت هتتقبل مني يا رب تقبل مني أي شيء وأودت يا ربنا أن ربنا يميني عليها حتى برؤية يبينني إنه متقبلني أو قبل مني أي حاجة هل أصلا إن أنا أطلوب إن رب أصعد علي يبينني أي شيء هل أنا نفسي كده سعى مشكلة حاضر معلش يا شيخ في سؤال تاني حاضر صد أنا عمتي عيشة معنا في البيت وجزء متوفي وهي ملغاش حد دلحنا أبويا وإحنا ما هم نعمل لها ما تطرداش خط دائما إحنا مقصرين ودايما هي اللي فضلها علينا ودايما هي اللي بتأكلنا على طول كلامها كده ما هم نعمل معها ما بتشكرش أبدا وعلى طول ألفظها شديدة علينا وعلى طول شديدة وألفظها جمدة جدا طب نعملها عشان نريحها طب أبويا بيقول هل ينفع أن احنا نطلع صدقة لها؟ هي بتطلب بالسامة بتقول أنا عايزة منكم كذا انتم بتنفقوا علي تدوني انتم تخرجوكوا الجهولي أنا ما قلما بإنها بتقضى حاضر الفريضة لابد من تبييت النية قبل الفجر النافلة لا يشترط فيها ده الفريضة لو أنا بالنهار نسيت وكلت أو شربت ناسي فالصيام صحيح في السنة لأ يبقى أنت المطوع أميره نفسه عشان كده هقولك يا أخت مروفايدة أنت الأول صومي الستة البيض وبعد كده صومي القضاء لأن الستة البيض وقتهم ديئ في شهر شوال فقط أما بالنسبة لي القضاء فوقته متسع إلى شعبان وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تؤجل ما عليها من رمضان إلى شعبان الأخت نوها للمرة الثالثة تفضلي ما عليك يا مشيخ سألت من سؤال ما بحاجة أقول الأسئلة أو بعض ما عليك تفضلي وقت بس التلفزيون أه أوكي 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 دلوقتي أنا يعني مثلا من البريت اللي هي الدورة الشهرية نزلت في رمضان مثلا يوم واحد وأنا فضلت مثلا وهي تبعاتها ست يوم ونزلت لي يوم واحد وأول مرة تامن معي كده فضلت يومين مثلا أن هي محلط ما نزلش حاجة وأنا طهرة بس ما اختتلتش على اعتبار أن أنا هنزل حاجة ومنزلش حاجة والسيامي ماشي حتى لو ما اختتلتش ولا دعو ولا مش ما ينفعش السيام عشان ما اختتلتش وأنا طهرة ما فيش حاجة طيب وبعد اليومين دول يعني هي استمرت بقى لكده لا هي ما استمرتش هي نزلت لا هي نزلت نقطة واحدة بس أول يوم وقعد أول يوم مقطة واحدة ومنزلتش حاجة بعد كده وفرزت الأول فرزت عادية وبعد النقطة واحدة خلال يومين واليومين التانيين نشفين بس كنت منتظر ينزل حاجة تانية واقتتل ما منزلش حاجة فضلت من خلال اختتسان وليومين دول بقت ناشر وما فيش أي حاجة تنزل حاضر 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 وانا سنتهم الحمد لله وقعدتهم قعدتهم تاني بس قعد أعرف هما اليومين دول كانوا علي ولا كانوا عشان عشان اختتسان زادك الله خلصنا كده لأخت أمو رفايدة طيب معانا أمو محمد من المنفية سلام عليكم عليكم السلام رحمة الله وبركاته اللي يكلمك يا حاجة تفضلي حضرتها كلمة سلع النبي عليه السلام وحدك عندها جزق جزقتها عند عند زكاة عند مال ماشي معاك عند مال اللهم سلع النبي الكاميرا حيث أجوبها اللهم سلع النبي عليه السلام فمد أعز عندناها إخواتها البنات يعني حالتهم معاش فلوس حالتهم تعلينا يعني فؤرة يعني من كورونا مفيش فلوس يعني فؤرة فريق عزيزة اللهم تبعن إخواتها البنات حاضر حاضر يا محمد في سؤال تاني اللهم سلع النبي عندي ابنختي أنا متعلم مش بقالي عفوتي حتى نتال حاجة أنا عزيزة سؤال بس إيه يخصين أنا اللهم سلع النبي عندي ابنختي مريض ولي نوم عاو أيو ابنختي مالو مريض و مريض أم الميتة أنا ما خلفت ومطلقة وقعبة تنبي ماشي ابنختي ابنختي آآ دوما عاش آآ تلطنية آآ وساعة حزيز يدونا الحاجة ولاد ولاد أخته آآ أبوه الناد معلوس على مهلك على مهلك ماشي آآ أخته ولاد أخته جمع ضمعات الناد ملونش داخله ملونش إه وملونش آآ ملونش معاش وملونش حاجة السؤال حضرتك أنا 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 كثم أغوية معلية السح أنا مرة تاني بيخلف أنا تكسلتهم لما جث لما لما جث همات أنا تكسلتهم بالوقت أنا في مرس معاش معاش بأباس انت ليس بيخيز بأس أنا علانا زند لا مش عليك زند حاضر هقولك ماشي يا حضرتك حاضر هقولك هقولك يا محمد حاضر ربنا اديك الصحة يا حجم محمد بس ادعي لنا يا رب يا رب شكرا لاتصالك يا محمد شكرا لاتصالك طيب معانا مين تفضل تفضل قطع طيب ما نسيت اسمه وبقطع الاستاذ نادر استاذ نادر ده بقى حكايته حكاية استاذ نادر احساسك احساس كويس بس واضح ان انت عندك شيء من الوسوسة شوية الزيادة الحرص الزيادة اللي عندك ده اللي مخلي عندك الاحساس ده كنت بتسمع اغاني كلنا كنا بنسمع اغاني كله بن قادم خطاء وخير الخطائين التوابون فالمسألة دي ما تتعبش نفسك او بيها انساها خلاص تعالى بقى ما تيجي تقرى في المصحف يجي لك الوسوسة لا ده القراءة دي مش لله فاتبالك دي وسوسة مش شطان عشان ما تقراش لو جالك وقالك مش لله قل له ما لكش دعوة وقرى تاني طيب انت بطلع صدقة هيجي يقولك لا ده الصدقة دي مش لله وربنا مش قبلها لا قل له لا ها طلع الصدقة وما لكش دعوة وربنا كريم وهيقبلها فانت اوعى تدي نفسك فرصة ان الشيطان يضحك عليك ويخليك تبطل اعمل اللي تقدر عليه وتأكد ان ربنا ان شاء الله يقبل منك العمل مين معنا واحد الاخت نوها بتسأل طيب هنجاوب على الاخت نوها والاخت محمد ونختم ونقافل الاتصالات الاخت نوها بتقول ان الدورة الشهرية جت لها اول يوم رمضان نقطة وفطرت في اليوم ده تنتظر بعد كده ما جلاش حاجة لكنها صامت تاني يوم وثالث يوم ما فيش حاجة جت المفترض انت لك عادة شهرية يا اخت نوها فتحسب العادة دي لكن طالما نزلت نقطة وما فيش حاجة نزلت يبقى اعتبر نائد ده دم استحاضة وليس خلاص انت فسد عندك اليوم الاولان في اعتقادك وفطرته لكن لقام التانية يبقى ما كانش حض ولا حاجة وصيامك صحيح ان شاء الله لكن اذا كنت متأكدة ان اللي نزل ده حض ربما يكون عشان سنك ولا حاجة او دخل في سن الاضطراب وتغيير الدورة وتغيير ايامها ومدتها وكميتها فيبقى في الحالة دي خلاص انت فسد اليوم الاولاني عليك قضاءه اليومين التانيين حتى انت شكيت في مقضتيهم لا حرج عليك ونسأل الله تبارك وتعالى يعني انه يتم ايامك على خير الاخت الممحمد كانت بتسأل بتقول زوج اختها وعنده مال وليه اخوات بنات ينفع يطلع الصدقة يا ستة الممحمد لا تجوز على الاب والام والبنت والابن والزوجة اي حد تاني يجوز ان انا طلع له الزكرة الصدقة ممكن اديها لاخويا او اختي او عمي او عمتي او خالي او خالتي وبالتالي ولاد اختي ولاد اخويا لا حرج ابدا انني اديهم من الصدقات بتسأل ابن اختها مريض ومالوش معاش او معاش قليل وهي بتكمل وبتاع وبتاخد فلوس بتصرف بتقولها لا عليك وزر ولا حاجة ان شاء الله انت عليك بقدر الامكان لا يكلف الله نفسا الا وسعها جالك مال من اختك جالك مال من اخوك جالك مال من اي حد تاني انت عاوزة تصرفيه على حد طالما هو فقير ومحتاج ومسكين وادتي له لا حرج ابدا لان الفقير والمسكين اللي هو لا يملك ما يكفيه حتى لو كان موظف بس داخله لا يكفي نفقاته على نفسه وعلى اولاده ده من حقه ياخد من الصداقات تقبل الله تعالى منا ومنكم كده نكون وصلنا لنهاية حلائتنا اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلها في موازين الحسنات وبنشكر كل اللي اتصلوا بنا في هذا اللقاء وبنشكر زميلنا وحبيبنا اللي وراء الكاميرا وفي الكنترول واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته